على مدار الأسبوع اللي فات الحياة فتحنا أكتر من ملف أنا شخصيا مش هكسل في متابعة الملفات المهمة لصالح كرة القدم المصرية وزي ما تكلمنا وقلنا مبارعا مديونيات اتحاد كرة القدم للحكام اللي وصلت لأكتر من 25 مليون جنيه الأول مرة وقلنا زي ما بننتقد أداء الحكام لأنه بيكوننا أخطاء يهمنا أيضا أن منظومة كرة القدم المصرية ما يكونش فيها أخطاء كبيرة مثل اللي احنا شايفينها 25 مليون رقم كبير جدا جدا يعني لو فيه يعني بعد اللي أنا بقوله ده كمان ودفاعي عن الحكام لو فيه حكم أخطاء في مباراة بكرة مثلا حرص الحدود والأهلي هنقول أنه هنتقد أداء الحكم وفي نفس الوقت هدافع عن حقه أنه يحصل على مستحقاته المالية دي مسؤوليتنا الإعلامية بالمناسبة بدا اتكلمت مع كابتن ناصر ناصر عباس وقال أنها أول مرة يكون في هذا الرقم الكبير من المستحقات لكن النهاردة هقول مفاجأة محتاجة بس توضيح عاجل من اتحاد كرة القدم في هذا الملف لأنه التحكيم عنصر مهم من عناصر نجاح جميع المسابقات وجميع الرياضات ما ينفعش يكون التعامل معاه بهذا الشكل طيب خليني أقول لحضراتكم المعلومة اللي عندي وأنا متأكد منها اتحاد كرة القدم طبعا مخبيها سواء على الإعلام أو على الشغالين جواهة كمان يعني ولكن قدرنا نوصل لهذه المعلومة الاتحاد يخلو خلال آخر شهر بس ما يقرب تقريبا من 22-23 مليون جنيه من رعاية ومن تعاقد شركة الملابس طبيعي جدا أن أنت قبل العيد عمل حسابك على مرتبات العمال أو مرتبات الموظفين والتشغيل اليوم للاتحاد والمنتخابات كل ده المفروض يكون عندك فدخل لك زيادة 22-23 مليون جنيه يعني مبلغ زي ده دخل ما سبتش منه 10-12 مليون جنيه تديهم للحكام أو تقعد معهم وتشوف خمسة ستة سبعة معرفش كل واحد وطريقته طب ليه؟ إيه المبرر؟ دايماً كل اللي اشتغلوا في اتحاد كرة القدم في المجالس اللي فاتت من أول الله يرحمه كابتن سامير زاهر مروراً بالأستاذ جمال علام في فترة سابقة والمهندس هنا بوردة والأستاذ عمر الجنيني والمهندس أحمد مجاهد كلهم تسمع منهم أن ملف التحكيم ومستحقات التحكيم من الأولويات لأنها عمصر مهم جداً لانتظام ونجاح المسابقة إيه اللي حصلت دلوقتي؟ وليه تغيرت الأولويات؟ لماذا تغيرت الأولويات في اتحاد كرة القدم؟ سؤال محتاج إجابة من خمسة شارع الجبلية حاجة كمان مش قادر أفوتها بصراحة فيه فرق كبير جداً جداً بين تويتر والشاشة بين موبايلك وبين الستوديو يعني ما ينفعش تطلع تقول اللي بتقوله أي كلام على تويتر على أساس أنه مثلاً أنت بتكتب لأصحابك مثلاً أو تقول أي حاجة أنت متداء منها كل واحد مسؤول عن اللي بيكتبه مهما كانت الظروف أو حتى الإشاعات اللي بيتم الترواج لكن في النهاية ما ينفعش كمان تكون على الشاشة ويتقال كلام لا يليق جماعة اللي احنا بنسمعه وبنشوفه خلال هذه الفترة حاجة صعبة جداً يعني مثلاً مش عايزين حد يطلع يقول إيه الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية بيتضحك عليهم إيه الكلام ده يا جماعة أصل الدوري فيه مؤجلات تبتحكوا عن الناس هو الأهلي متأجلوا مباريات ليه مرة تانية الأهلي متأجلوا مباريات ليه طيب فسؤالي بس لحضراتكم فسؤالي بس لحضراتكم هو لماذا تم تأجيل مباريات النادي الأهلي للمرة المليون أقول مليون وواحد كمان معلش أنا آسف أن أنا حقولها بسرعة تأجيل مباريات النادي الأهلي بناء على اللايحة اللي طلع من ربطة الأندية ومن اتحاد كرة القدم واتفاقهم مع الأندية من خلال اللايحة موجودة أرسلت لكل الأندية أن النادي اللي حيصل لمراحل أو أدوار نهائية حيتم تأجيل المباريات لأهليه الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية الأفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجدول دون طلب إدخال أو تعديل على التوقيطات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية أو العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر هذه اللايحة أو هذا البند اللي في اللايحة كل الأندية في مصر وفقت عليه عشان كده بيتم تأجيل المباراة النادي الأهلي أنا بس حبيت أتكلم في هذا الأمر بسرعة جدا البند التاني موجود معلش شان ده مهم برضه اللي هو أسبوع فرق في المباراة النهاية طيب أهو إسلام اللي بيقول يا فندم والله ما إسلام اللي بيقول والله العظيم تلاتة ما إحنا اللي بنقول المادة 109 من لايحة الدور اللي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم وردت عليها الأندية أهو في حالة وصول أي من الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية ورابطة الأفطال الأفريقية على دور التمانية سيتم تأجيل أي مباراة محلية توقام ما بين مبارتي الذهاب والإياب وكذلك في مبارتي الدور قبل النهائي والنهائي خلاص ما قالش في حالة وصول النادي الأهلي إلى نهائي دور الأبطال هو قال في حالة وصول أي من الأندية فلو أي نادي آخر غير النادي الأهلي كان وصل للمباراة النهائية كان سيتم تأجيل مبارياته بناء على الليحة أنا بس حبيت أقفل هذا الأمر مرة تانية حتى ما حد شعود يكلم فيه ترجمة نانسي قنقر